نعم بداية آخر تطورات الميدانية بخصوص القصف التركي على مناطق ريف حلب الشمالي وخاصة قرى مناطق الشهباء وقرى ناحيتين الشاران والشيروى وسعى الاحتلال التركي في الأيام الماضية منذ قرابة أسبوع وكثر قصفوا على قرى مناطق الشهباء الأهلة بمهجرين مدينة عفرين وبسكان الأصلين حيث استهدف قرى ناحيتين شاران والشيروى خاصة من بينهم قرية مرعناس ومالكية والتنمي في اليومين الأول بالطائرات الحربية بسلاث غرات ومن بينها قصف الاحتلال التركي كل من قرى مناطق الشهباء خاصة في محيط مدينة رفعة الأهلة بالمدنيين بالمدافع السقيلة وأيضاً بالمسيارات المزخرة حيث استهدف من بينهم نقطتين تابعتين لحكومة دمشق نتيجة لتلك الاستهدفات أسفر عن مقتل أربعة عناصر تابعين لقوات حكومة دمشق وأيضاً جرح ثلاثة آخرين حيث يأتي ذلك دون أي رد من قبل قوات حكومة دمشق أو من قبل قوات الروسية التي لديها قاعدتين عسكرتين في كل من بلد ترفعت نعم تسمعوني كما حضرتك الآن ذكرت بخصوص استهدافات طالت أيضاً قوات الحكومة السورية وأيضاً حضرتك ذكرت أن هناك صمت يعني لم يكن هناك أي رد تفعل من قبل هذه الهجمات أو الاستهدافات لماذا لا يوجد رد فعل حتى الآن لا سيما أن هجمات الاحتلال التركي تصفر في كثير من الأحيان عن وقوع أيضاً قتلى بصفوف الجيش السوري نعم حقيقة كما ذكرت أنت هذه ليست المرة الأولى التي يتم في استهداف نقاط عسكرية تابعة لحكومة دمشق بل أنها أكثر من مرة خاصة في الأوين الأخيرة يتم استهدافهم بشكل عام بالمسيرات المزخرة بشكل شبه يومي والذي يصفر عن قتل عناصر من ضمنهم وأيضاً جرح البعض منهم ولكن هذا من قبلهم لا يوجد أي رد على تلك الهجمات يمكننا القول بأن هناك اتفاق سياسي يدور بين كل من تركيا والنظام السوري على استهداف المنطقة لكي يتم التضييق أكثر على مهجرين مدينة عفرين لكي يتم تهجيرهم مرة أخرى ويبعادهم عن منطقتهم المحتلة يمكننا أن نقول بأن هذه واحدة من الأسباب حيث نسكر مرة أخرى بأن هناك قوات روسية متواجدة في كل بلدة ترفعت وأيضاً مطحنة فيصل والتي موقعها يكون حول مطار منق العسكري أيضاً ليلة البارحة استغفى الاحتلال التركي محيط القاعدة الروسية في مطحنة فيصل ولكن هناك أيضاً كان هناك تكتم حول هذا القصف في محيط القاعدة ولم يتم مبادرة أي رد من قبلهم وحتى الآن حتى في هذه اللحظة هناك قصف مدفعية استادف قرية قنيطرة التابعة لناحية شيروة هذه الهجمات ليست الأولى من نوعها ولا هي الأخيرة هناك بالشكل شبه يومي هجمات متتالة على تلك القرى المذكورة كما قلنا خاصة نحيط بلدة رفعت ومن بينها قرى ناحيتي الشيران والشيروة ولكن بالأخص في هذا الأسبوع زادت وطيرة الهجمات بشكل واسع حيث وسع الاحتلال التركي قصفه للخطوط يمكننا القول للداخل لأداء المناطق الأهلة بالمدنين أيضاً يمكننا أن نذكر هذا قرابة أسبوع قصف الاحتلال التركي محيط القاعدة الروسية في قرية الوحشية والتي ليست بين مخيم العصر لا يبعدوا واحد كيلومتر فهناك خطورة على حياة المدنيين مهجرين مدينة عفرين القاتلين في المخيمات وأيضاً في قرى مناطق الشاباء فهذه الهجمات تزداد يوماً بعد يوم نعم الصحفي الأستاذ ذاتور هلدان والات كنت معي من ريفي حلب الشمالي أشكرك جزيلاً شكراً على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر